اينما حط الرحال الرحال النهاردة حط في قاعة مجلس إدارة النادي الآلي أو في قاعة المؤتمر الصحفي للنادي الآلي كان جلوس الكابتن سيد عبد حفيز وهو بيتسلم مهام عمل تجربة جديدة بيقدم لجمهير النادي الآلي وجمهير كل الرياضة المصرية الحقيقة الجهاز الفني السويسري الجديد بقيادة ريني فايلر لو جبنا من الآخر انت على مدار فترة طويلة في إدارة الكرة في النادي وهو منصب مهم طبعا اشتغلت مع عدد كبير من المدربين الأجانب والمصريين خلينا نطمن الناس على الانطبعات الأولى النهاردة يعني طبعا انطبعات جيدة جدا الحمد لله يمكن بدأت بالمؤتمر صحفي كان أول لقاء لنا مع الراجل والجهاز يعني أنا شاف أن فيه استعداد كويس أو فيه تحضير كويس أو رغم المسافة الزمنية كانت قليلة شوية ما بين التعاقد والقدوم إلى مصر لكن عنده خلفية كبيرة بعد كبير جدا من اللعيبة أنا مؤمن دايما بقرعات مهمة جدا أهم حاجة في ما الناجح هو الشخصية نفسها الاستعداد لها القوة والحكمة ما بين القوة والتعامل بشكل معين في وقت من أوقات الشغل يعني الحكمة ما وجدت في وقت بتبقى لين ووقته تبقى آآ قوي بس ما تحطش ده في وقت ده ولا ده في وقت ده عشان ما يبقاش الحسابات مختلفة يعني شرح ما أنا متأكد من نظام الأهلي وسيستم الأهلي وتقاليد الأهلي وأسلوب الأهلي ومعرفة الأهلي بكل الأدوار اللي في المنظومة من مدير فني من جهاز مساعد من جهاز آآ إداري لكن قبل ما مبدأ أي حاجة خاصة بالبكرة لازم أشكر مبارح صحيح كل الناس اللي ساعدت وساهمت في فوز الأهلي وتدويج الأهلي بأصعب بطولة في تاريخ الأهلي صحيح بطولة التسنلفات لازم واجب الشكر واجب الشكر للجهاز الأدين كله سواء الأجنبي أو المصري لواجب الشكر على صفاتهم وأخلاقهم قبل ما يكون حتى مجهودهم وعطاقهم يعني أنت بتكلم على ناس بتتم تبلغ قبلها بـ 48 ساعة إن هم مش موجودين ومع ذلك بيجوا التمرين كابتن محمد يوسف كابتن طرق السليمان كابتن حسين عبدالدايم بيجوا التمرين بمنتهى الجدية والالتزام والانضباط والتركيز بيقدوا هم عارفين كويس أو إن هم خلال 48 ساعة مش موجودين يعني لكن هو ده الأهلي لغاية التمرين تنبارح محمد يوسف وطرق السليمان بيقدوا تمرينهم وحسين عبدالدايم بيقدوا أداءهم بكل إخلاص وبكل رغبة حتى في تجيز الفريق لغاية آخر لحظة طبعا أنت أولا يعني الأهلي مدرسة منفردة بتدايق ناس بتسعى ناس بتعجبها لكن في النهاية هي مدرسة منفردة آه